طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح بإنفاذ أحدث قرار أصدره ترامب بخصوص حذر السفر بشكل كامل وذلك بعدما قضت محكمة استئناف في كاليفورنيا الأسبوع الماضي بسريان مفعول بعض أجزاء من القرار أعلن ترامب أمر حذر السفر الأخير في الرابع والعشرين من سبتمبر وحل محل أمرين سابقين عرقلت هما محاكم اتحادها